بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم مع قناة درس الرياضيات أونلاين بعض الطلاب يعانوا من الطرح وخصوصا عند الاستلاف النهاردة هنأخذ الطريقة التقليدية والطريقة الجديدة المبتكرة للطرح تعالوا كده أولا نشوف الطرح ومكوناته أو أساسياته أي عملية الطرح لازم تبقى مكونة من عددين عدد مطرح منه وعدد مطرح لازم العدد المطرح منه يبقى أكبر من العدد المطرح زي مثلا العملية اللي قدامنا ديت هيبقى الطرح فيها من خلال الاستلاف عندي هنا 773 وهو العدد المطرح منه و 624 وهو العدد المطرح انت ملاحظ ان العدد المطرح منه أكبر من العدد المطرح هنا هنضطر نعمل عملية استلاف تعالوا كده نشوف هنحط الاعداد بتاعتنا بشكل رأسي ونبدأ عملية الطرح 3 ناقص 4 طبعا ما يصحش لان التلاتة عندي اصغر من الاربعة هتطر استلف من السبعة دي ات واحد هتبقى كام هتبقى 6 يبقى التلاتة دي هتبقى كام هتبقى 13 13 بالشكل ده هقول 13 ناقص 4 13 ناقص 4 يتبقى ليه 9 بعد كده هقول 6 ناقص 2 طبعا دي يتعادل ان الستة اكبر من الاتنين 6 ناقص 2 بتسوي كام بتسوي 4 تمام وبعد كده 7 ناقص 6 طبعا 7 ناقص 6 بتسوي واحد طلع بقى التلاتة بتاعي 149 احنا استخدلنا في المسألة دي عملية التلاتة التقليدية وهي التلاتة بالاستلاف شوف احنا هنا بنترح عددين صغيرين من بعض طيب هل ممكن نستخدم طريقة جديدة للطرح ايو ممكن وممكن استخدمها مع اعداد كبيرة جدا اعداد تصل الى الملايين بصوا كده معايا مسألة زي دي اطول عملية التلاتة بدون استلاف يعني اعمل عملية التلاتة الكبيرة او ده ايه من غير ما اعمل عملية استلاف على الاطلاق عندي هنا العدد المطروح منه وهو طبعا اكبر من العدد المطروح رغم ضخامة الارقام اللي عندي الا ان انا هقوم بعملية التلاتة بدون استلاف على الاطلاق بطريقة سهلة جدا ركز معايا خلت الاحادي نتنقص منها حاجة خد بقى بعد كده الارقام بتاعتي من جهة اليسار بالشكل ده ونقص كل مرة واحد يعني التلاتة ديت هخليها اتنين والخمسة دي هخليها اربعة هنقص واحد والاربعة دي برضو هنقص واحد هتبقى تلاتة والستة هنقص واحد هتبقى خمسة والتلاتة هنقص واحد هتبقى اتنين والتمانية هنقص واحد هتبقى سبعة والتسعة هنقص واحد هتبقى تمانية والتمانية هنقص واحد هتبقى سبعة شوف بقى هنعمل عملية الطرح ازاي وهنعملها بشكل جديد شكل مبتكر هنعمل حاجة اسمع عملية الطرح المقلوب او الطرح المعكوس مع الاعداد الضخمة نبدأ عملية الطرح هنا بقول اربعة ناقص ستة طبعا ما تنفعش عملية الطرح ورغم كده مش هستلف الاربعة اصغر من الستة ورغم كده منش هستلف اي حاجة خالص هعمل الطرح ده بشكل مقلوب او بشكل معكوس هقود ستة ناقص اربعة الستة ناقص اربعة بتساوي كام بتساوي اتنين الاتنين ديت عشان تبقى عشرة محتاجة كام محتاجة تمانية هنا اكتب التمانية ازا احنا بندور او بنبحث عن العدد المتمم للعشرة تعالوا كده نشوف اتنين ناقص تمانية ده ما يصحش ما ناقص هستلف حاجة خالص لكن هعمل عملية الطرح مقلوب او طرح معكوس هقول تمانية ناقص اتنين التمانية ناقص اتنين بتساوي كام بتساوي ستة تب الستة ديت عشان تبقى عشرة محتاجة كام محتاجة اربعة اربعة ناقص تمانية ده ما ينفعش لان الاربعة اصغر من التمانية هعكس عملية الطرح وقل تمانية ناقص اربعة تمانية ناقص اربعة يتبقى لي كام يتبقى لي اربعة طب الاربعة عشان تبقى عشرة محتاجة كام محتاجة ستة وحط العلامة بتاعتي تلاتة ناقص تسعة ماينفعش لان التلاتة اصغر من التسعة هقول بقى ايه عملية الطرح المعكوس هقول تسعة ناقص تلاتة التسعة ناقص تلاتة يتبقى لي كام يتبقى لي ستة طب الستة عشان تبقى عشرة محتاجة كام محتاجة اربعة خمسة ناقص سبعة ده ما يصحش ما ينفعش لان الخمسة اصغر من السبعة هعكس عملية الطرح واقول سبعة ناقص خمسة تب السبعة ناقص خمسة بتساوي كم بتساوي اتنين تب اللي اتنين عشان تبقى عشرة محتاجة كم محتاجة تمانية اتنين ناقص ستة ده ما ينفعش لان الاتنين اصغر من الستة هعكس عملية الطرح واقول ستة ناقص اتنين ستة ناقص اتنين بيتبقى لكم ييتبقى ليه اربعة طب اللي اربعة عشان تبقى عشرة محتاجة كام محتاجة ستة وحط العلامة بتحت سبعة ناقص تسعة ماينفعش لان السبعة اصغر من التسعة هعكس عملية الطرح وقل تسعة ناقص سبعة تسعة ناقص سبعة بيتبقى لي كام يتبقى لي اتنين طب اللي اتنين عشان تبقى عشرة محتاجة كام محتاجة تمانية تمانية ناقص تسعة ماينفعش لان التمانية اصغر من التسعة هعكس عملية الطرح وقل تسعة ناقص تمانية 9 ناقص 8 يتبقى لي كام يتبقى لي واحد تب الواحد عشان يبقى عشرة محتاج كام محتاج 9 بعد كده 7 ناقص 5 طبعا السبعة اكبر من الخمسة انا مش هعمل عملية طرح معكوس لان السبعة هنا العدد المطروح منه اكبر من العدد المطروح 7 ناقص 5 يتبقى لي كام يتبقى لي اتنين اذا بقى الطرح بتاعي زي ما انت شايف كده شوف رغم ضخمة الاعداد بتاعتي الا ان انا وصلت لي باقي الطرح بكل سهولة جدا وبدون استلاف عن طريقة عملية سهلة جدا وعبقرية جدا وابقرية جدا اسمها عملية الطرح المعكوس تعلم معي هذه المهارة بتقن هذه المهارة لانها مفيدة جدا لاجراء عملية الطرح مهما كانت ضخامة الارقام ان انت بتستخدمها لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك وعرف اصحابك واصدقائك باسم قناتنا قناة درس رياديات اونلاين شوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة